أعرب وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف عن قناعته بترشيح الجزائر العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقال إنه يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار عطاف في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال يندرج في سياق النشاطات الهادفة للترويج وحجد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة من 2024 إلى 2025 ذكر بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها معا لإعلاء مبادئ وأهداف مثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع موضحا أن الرؤية الجزائرية تنعكس أيضا عبر الأولويات التي ستعمل على تحقيقها في مجلس الأمن والمتمثلة في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيض الشراكات ودعم دور المنظمة الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإذفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب